توبس عربية قناة ثقافية عربية متنوعة تسعى لجعل اليوتيوب العربي مكانا مليئا بالعلم والثقافة والتسلية من معلومات حقائق غرائب وعجائب أغرب عشر أفضل عشر وهل تعلم والمزيد من المعلومات المفيدة والمتنوعة التي نقدمها لمتابعين الأوفياء اشترك الآن ليصل كل ما هو جديد من قناة توبس عربية شكرا كونكم معنا ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات فضلا وليس أمرا إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال أيضا في صورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددة في الأوقات وقد أم جبريل النبي في يومين أمه في اليوم الأول في أول الوقت وأمه في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين فالواجب على الجميع الاعتناء بأوقات الصلاة وأن لا تؤخر صلاة حتى يخرج وقتها فإن هذا مخالفة لأمر الله والنبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالذي يوقع الصلاة في غير وقتها بلا عذر شرعي عمل عملا مخالفا لشرع الله ورسوله وقد انتشر مقطع فيدو مدهش لأحد الغواصين وهو يؤدي صلاته في عمق البحر أثناء عملية الغتس التي كان يقوم بها في البحر بينما كانت الكاميرا تلتقط مقطع فيدو له من دون علمه وظهر الرجل في المقطع وهو يرتدي عتادا للغوص ويصلي بطريقة عادية وكأنه يصلي في المسجد وكان الرجل يجد صعوبة في الثبات في مكانه عندما يقف حيث كان الماء يرفعه لكنه تمكن من السيطرة على نفسه وأدى صلاته على أكمل وجه وما زاد من جمال هذا المشهد هو تلك الأسماء التي كانت تحم حولها بينما كان يصلي حيث كانت تلامس جسده ولم تهرب منه كما هو معروف عن الأسماك عندما يقترب منها الإنسان الرزل الذي أخذ معه سجادة إلى قاع البحر كان في قمة الخشوع وهو يصلي وكان يرتدي طاقية على رأسه وهو ما زاد من جمال المشهد إنه بالفعل مشهد فريد من نوعه موجه لهؤلاء الأشخاص الذين لا يحافظون على صلاتهم حتى ولو لم يكونوا مشغولين فرجل قام بأداء صلاته في قاع البحر أثناء غطسه فخلاصة القول أن الإنسان يجب أن يؤدي صلاته في وقتها مهما كانت الظروف فإذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أي حتى خروج وقتها وانتهائه ولم يكن له في تأخيرها عذر ففعله حرام وهو أسم وعليه تاوة إلى الله تعالى وهذا باتفاق الفقهاء كما أن الفقهاء متفقون على أن من أخر الصلاة فخرج وقتها لعذر لا إثم فيه وذلك مثل النسيان لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكره عليه أو النوم لما روي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذكروا تفريطهم في النوم فناموا حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها ولوقتها من الغد فلا خلاف على أن تأخير الصلاة عن وقتها لعذري النسيان أو النوم لا إثم فيه